اهلا بكم في نشرة الاخبار من قناة بلقيس والبداية بالعنوين الامن يضبط خلية ارهابية في عدن وعصابة انفجرت اضرحة دينية في الضالع مقتل قيادي في المقاومة بالوازعية والميليشيا تواصل خروقاتها في تعز والبيضاء مبادرات شبابية في تعز لاعادة سير العملية التعليمية المعطلة بسبب حرب الميليشيا اهلا بكم تمكنت اجهزة الامن في مدينة عدن من ضبط خلية ارهابية مكونة من ثمانية عناصر يتزعامهم فرنسي من اصول عربية وقال بيان للشرطة ان القوات داهمت فجر اليوم منزلا لخلية ارهابية يتزعامها مواطن فرنسي الجنسية اضافة الى سبعة اخرين يمنيين وفي السياق ذاته قالت مصادر محلية ان قوات امنية داهمت منزل الخلية الواقع في بلوك واحد وعشرين في مديرية المنصورة وسط المدينة يقضي عزيز هماطة وهو احد افراد ما بات يعرف بقوات الطوارئ معظم وقته في البحث عن الالغام والعبوات الناسفة في مدينة عدن ظهر الجمعة بدى الرجل مرتبكا فلم يعتد على القيام بتفكيك متفجرات وضعت في جامعة كان يمكن لهذه العبوة التي دست باحكام في مكان خفي داخل جامع الرضا في مديرية المنصورة ان تنهي حياة عشرات المصلين من مختلف المناطق لكنهم امام الارهاب هدف واحد وان اختلف افراده وان اتوا من وجهات متعددة تلجأ التنظيمات الارهابية الى وسائل وطرق مختلفة فبعد ان استهدفت المجندين اثناء تجمعاتهم للالتحاق بصفوف قوات الجيش ذهبت الى استهداف الجميع اثناء اداء الصلاة وبذلك تسقط حجة الارهابيين باقتصار هجماتهم على قوات الامن وبمن تشكك في اعتقاداتهم ويتضح انه لا احد في مأمن من هذه الهجمات وامام هذه الجهود التي تبدلها قوات امنية تذهب تصرفات فردية كما تصف الى وجهات اخرى تجوه قيمة واهمية ما تقوم به اجهزة الامن فتلك الحملات التي تنفذ ضد العزل وضد من اتوا الى عدن بغرض طلب الرزق او بحثا عن الامن تمتلك القدرة على نسف كافة الجهود ومن شأنها ان تشتت الجهود الحقيقية وتهدرها في سبيل ارضاء نزعات شخصية لاعتبار لها في تطبيع الحياة ومن شأنها ايضا ان تقدم من ينتظرون خارج اسوار المدينة لاعادة ما فقدوه او ما اعتقدوا انه ملك لهم ولمزيد من التفاصيل ينضم الينا مراسلنا من عدن ادم الحسامي ادم اهلا بك بداية ما هي المعلومات المتوفرة لديك حول هذه الحادثة هو فجرة اليوم اعلنت قوات الطوارئ او ما تعرف بقيادة الحزام الامني وهذه القوات متواجدة في المديريات الشمالية لعدن اي مناطق الضواحي مديريات الشيخ عثمان والمنصورة قامت بمداهمة منزل في بلوك 21 وهذا الحي قريب من المجلس المحل الذي كانت تسيطر عليه جماعات ارهابية وحدثت معارف ما بين القوات الامنية وهذه الجماعات وبعد تحرير المنصورة هدأت هذه الجماعات وخفت عملياتها في المنصورة حيث كانت الاغتيالات شبح يومية في المنصورة الا ان بقايا هذه الجماعات ما زالت في اوكار وتحدث مدهمات من حين الى اخر نعم بعد اكشاف عبوة ناسفة في مسجدين امس القمعة وقوات الحزام الامني اعلنت عن تفكيك هذه العبوات توعدت ادارة الامس في بيانها بالامس بالرد على هذه الجماعات المتطرفة ايضا بعد استنكار شعبي واسع على وصول هذه الجماعات المتطرفة الى هذا المستوى من استهداف الامنين في المساقد عملية المداهمة كما اعلن بيان ادارة الامن قبضوا على سبع من عناصر هذه الجماعات مع قيادي من جنسية فرنسية هذه المعلومات المتوفرة واتى بيان الادارة الامن متأخرا كما هو معروف ايضا هناك انباء عن توحيد غرفة عمليات ما بين القوات في عدن هذا يدل على ان القوات الامنية في عدن مع بقية القوات تعمل في مختلف المديريات وهناك جهود لتوحيدها في غرفة عمليات واحدة لتوفير المعلومة دون اي تضارب نعم ادم هل هذه العملية تشاركها قوات الامنية بمعنى الاستعداد الامني في المدينة ما هي صوره ما زالت منذ منذ الحملة الامنية الاولى ما زالت المتارس والنقاط الامنية في مداخل المديريات وفي معظم الشوارع مما حتى انها تسببت في اعاقة السير نستطيع القول ان التجديدات الامنية مستمرة وعلى وسيرة واحدة وهذا حسنا من الوضع الامني للمدينة تحسنا ملحوظا نعم مراسلنا ادم كنت معنا من عدن شكرا لك وفي الضالع القت اجهزة الامن القبض على عناصر قامت خلال الفترة الماضية بهدم عدد من الاضرحة الدينية العائدة الى حقب تاريخية مختلفة وقالت مصادر اعلامية ان الامن القبض على خمسة افراد ينتمون لجماعة دينية متطرفة اقدمت على تفجير عدد من الاضرحة في محافظة الضالع وكانت جماعات متطرفة قد فجرت عشرات الاضرحة الدينية خلال الاشهر الماضية في الضالع ولحج وأبين وشبوى وحضر موت سياسيا قال رئيس الوفد الحكومي في المشاورات عبد الملك المخلافي ان الوفد تلقى وعودا من الدول الكبرى الراعية لعملية السلام في اليمن بوقف الحرب في جميع الجبهات واطلاق صراح المعتقلين خلال الايام المقبلة واضح المخلافي في تصريح نقلته الشرق الاوسط ان اجتماعات متواصلة لسفراء عدد من الدول منها امريكا وبريطانيا تهدف الى وضع حد للحرب الدائرة في اليمن قبل دخول شهر رمضان المبارك واشار المخلافي الى ان الامم المتحدة تعتبر رؤية الحكومة اقرب الى الحل وانه تم مناقشة الكثير من التفاصيل مثل الانسحاب من المدن وتشكيل اللجنة العسكرية الامنية التي ستشرف على عملية الانسحاب وتسليم السلاح الى ذلك قال وزير حقوق الانسان عز الدين الاصبحي ان هناك تقدما في مسار الافراج عن المعتقلين واشار الوزير الى ان الطرفين قدما لوائح باسماء الاسرى والمعتقلين موضحا ان الايام المقبلة ستكشف نوايا ميليشيا الحطي والمخلوع صالح هذا وقالت مصادر حقوقية ان مئات سجناء في مبنى الامن السياسي بصنعاء ممنوعون من الزيارة للأسبوع الثاني فيما لا يزال مصير عشرة صحفيين مختطفين غامضا بعد ان تم نقلهم من سجن هبرة في صنعاء الى جهة مجهولة على صعيد متصل دعا البيان الختامي لقادة الدول الصناعية السبع الكبرى الاطراف اليمنية للتوصل الى حل سلمي وشامل لانهاء الصراع واستئناف العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الامن الدولي واعادة بناء الاقتصاد واعلن قادة الدول السبع في ختام اعمال القمة التي وقدت في مدينة ايسي شيما اليابانية دعمهم الكاملة لجهود المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ لتسهيل محادثات السلام الجارية في الكويت تعزيزا لاحلال فرص السلام التي ترعاها الامم المتحدة في مشاورات الكويت جاء البيان الختامي لقادة الدول الصناعية السبع الكبرى داعيا الاطراف اليمنية للتوصل الى حل سلمي لانهاء الحرب التي اندلعت قبل 14 شهرا كما حث البيان على بناء الاقتصاد والسئناف العملية السياسية لكن كل ذلك يأتي وفقا لقرار مجلس الامن الدولي الاعلان يأتي غدا تختتام هذه الدول اعمال القمة التي عقدت في مدينة اياسي اليابانية حيث اعلن قادة الدول الكبرى دعمهم الكاملة لجهود المبعوث الاممي اسماعي الولد الشيخ الذي يقود مشاورات الكويت لتسهيل محادثات السلام بين الجماعة الانقلابية والحكومة الشرعية التي يتحدث رئيس وفدها في المفاوضات عبد الملك المخلافي عن تلقيهم وعودا من الدول الكبرى الرعية لعملية السلام بوقف الحرب واطلاق سراح المعتقلين خلال الايام المقبلة وتشهد المشاورات من يوم الى اخر تعثرا حول المرجعيات التي يتمسك بها وفد الحكومة اليمنية ابرزها القرارات الدولية بالاضافة الى استبرار خروقات الميليشيا ومواصلتها القتال وقصف المدن وهو ايضا ما حمله البيان الختامي للدول السبع الذي حث على وقف اطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الانسانية على صعيد متصل يناقش وزراء خارجية الدول العربية اليوم السبت تطورات الاوضاع في اليمن بناء على طلب من الحكومة الشرعية وقال نائب الامين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلي ان نتائج مشاورات الكويت ستكون محل نقاش بين وزراء الخارجية العرب واكد بن حلي ان دولة الكويت تبدل كل الجهود المطلوبة منها اطلاقا من دورها المشهود في معالجة القضايا العربية معربا عن امله في ان تصل المشاورات الى حل للازمة اليمنية بما يحفظ وحدته واستقراره ميدانيا استشهد 14 مدنيا وجرح اكثر من مائة اخرين في قروقات لميليشيا القطي والمخلوع خلال الاسبوع المنصرم وذكرت وكالة الانباء الرسمية سبا ان اللجان الخاصة بالتهدئة رصدت اكثر من 1818 خرقا في سبع محافظات الاسبوع المنصرم حيث تركز موضمها في محافظة تعيز المحاصرة منذ عاما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بارز في المقاومة الشعبية بجبهة الوازعية جراء هجوم شنته ميليشيا الحوث والمخلوع غربي تعيز وقال مراسل قناة بالقيس ان الميليشيا شنت هجوما واسعا بمختلف الاسلحة على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في المضاربة والوازعية ما تسبب بمقتل القيادي في المقاومة رباش الاغبري وبحسب مراسلنا فان المعارك لا تزال مستمرة وان قتل وجرح سقطوا من الجانبين هو استعراض للقوة حين ينشرون عبر اعلامهم الحربي كما يطلقون عليه اسلحتهم وهي موجهة نحو ابناء تعز لا يكتفون بهذا بل يطلقون الوعيدة نحو ذلك العدوان والعدوان هنا يقصدون به بالطبع ابناء تعز ومقاومتها متناسين انهم قطعوا مسافات طويلة للاحتداء على هذه المدينة المسالمة واهلها لا تكذب الارقام حين تتحدث عن نحو خمسة الاف شخص شردوا من منازلهم من منطقة الوازعية وحدها جنوب تعز جراء اعتداءات متكررة وشبه يومية من ميليشي الحوثي والمخلوع نوجه نداء استغاثة عاقلة إلى جميع المنظمات الإنسانية والحقوقية التي تعني بشأن الحقوقي والإنساني باسم ابناء الوازعية المشردين والمهقرين في مناطق المضاربة والعارة وفي مديرية الشمائتين والمعافر تشهد جبهة الصبيحة والوازعية معارك مسلحة عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين المقاومة والميليشية وصلت خلالها تعزيزات كبيرة لطرفي القتال من أجل خوض المعركة اشتباكات عنيفة أيضا شهدتها منطقة الظهورة التابعة لقبيلة الأغبرة أسفرت عن مقتل القائد الميداني لمقاومة الصبيحة رباش الأغبري رباش كان قد أسر غربي مدينة عدن في شهر مارس عام 2015 بمعركة راح ضحيتها ثلاثون شخصا من قبائل الصبيحة بين أسير وقتيل تم الإفراج عنه في صفقة تبادل أسرى مع الميليشيا بأحد أفراد أسرة المتوكل ليقتل اليوم هي مواجهات عديدة ومستمرة لا تعرف لها نهاية حتى الآن توضع فيها المقاومة في تحدي صعب خاصة مع نقص الإمكانيات في الجبهة الأكثر اشتعالا الآن بتعز إلى ذلك شنت ميليشيا الحوطي والمخلوع قصفا عنيفا على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في تعز وقال مراسل قناة بلقيس إن الميليشيا شنت قصفا على مواقع عدة في الأقروض وجبهات أخرى في المحافظة إلى ذلك وصلت تعزيزات عسكرية للميليشيا إلى مناطق الربيعي والمقبابة في الضباب كما شن القوثيون حملة اعتقالات واسعة في المنطقة اشتركوا في القناة قالت إدارة مستشفى الثورة بتعز في بيان لها إن الميليشيا تواصل احتجاز كميات كبيرة من المعدات والمستلزمات الطبية الخاصة بمركز الغسيل الكلوي دمرت حرب الميليشيا معظم المنشآت التعليمية في مدينة تعز بعد أن حولت عددا منها إلى تكونات عسكرية ومخازن أسلحة أمر لم يمنع المبادرات الشبابية من الإسهام في إعادة سير العملية التعليمية التي تعطلت بعد تعرض المدارس للدمار والتخريب سنة وأربعة أشهر هو عمر الحرب في هذه المدينة حرب شنتها ميليشيات الحوثي والصالحة الإنقلابية على أبناء مدينة تعز دمرت كل شيء بما في ذلك التعليم طبعا الميليشيات عندما ركزت على استهداف مدينة تعز أكثر ما استهدفت لقانب المدنيين استهدفت المراكز التعليمية والمدارس بشكل أساسي لأنها تعلم أن هذه الشريحة هي أداة التغيير وشريحة التعليم هم النور المستقبل هم الذين يصنعون لليمن مجده ومستقبله في الأيام القادمة هذه المدارس أصبحت شبه مدمرة بالكامل بعد أن كانت تستخدمها الميليشيات كثكنات عسكرية تقوم منها بقنص المواطنين أو تخزين الأسلحة فيها الأمر الذي جعلها عرضة للاستهداف اختيار الميليشية المتعمد للمدارس بشكل عام وقع لها مخازن لسلاحها أو مناطق لاستهدافها المواطنين أو مناطق للقصف أو مخازن للأسلحة يقع لها هي عرضة أيضا هذه الأماكن يضطر أيضا المقاومين أن يستهدف هذا المكان لدفع هذا الضرر القادم وبالتالي تكون الميليشيات متعمدة أصلا لاختيار هذا المكان لتدميره سواء على يدها أو على يد التحالف أو على يد المقاومة استمرارية الحرب لشهور طويلة هنا هو ما جعل المبادرات الشبابية تسعى إلى فتح مراكز من أجل استيعاب الطلاب وإنقاذ العملية التعليمية من التدهور عندما غابت الجهات الرسمية عن كل ذلك لا مؤشرات عن نهاية قريبة للحرب لكن بات من المؤكد أن هذه المنشآت التعليمية التي طالها قصف الميليشيات لن تتعافى سريعا في محافظة لم تعرف خلال عقود سوى بمخرجات التعليم واليوم تترقب من انقذها من هذه الحالة المتردية حمزة أمين قناة بلقيس تعز النشر مستمرة من قناة بلقيس وفيها بعض الفاصل مئات الأثارق في عدن يكابدون لتحسين فرص العيش في المدينة الأمن يضبط خلية إرهابية في عدن وعصابة فجرت أضرحة دينية في الضالع مقتل قيادي في المقاومة بالوزعية والميليشيا تواصل خروقاتها في تعز والبيضاء مبادرات شبابية في تعز لإعادة سير العملية التعليمية المعطلة بسبب حرب الميليشيا أهلا بكم من جديد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون إلى تعزيز الشراكة الدولية في مجال التنمية مؤكدا أن المساعدات الرسمية المخصصة للتنمية لن تكون كافية إذا لم يلتزم المانحون بتعهداتهم تجاه الدول الأفقر منها اليمن وأكد الأمين العام في مؤتمر الدول الأقل نموا بتركيا على تعزيز الشراكة الدولية في مجال التنمية كي تفيد دول المانحة بالتعهدات المتفق عليها والمتعلقة بتخصيص نسبة 0.2 من 10% من إجمالي الدخل القومي للمساعدات المقدمة للتنمية من أجل دعم الدول الأفقر في العالم وتضم مجموعة الدول الأقل نمواً المشاركة في المؤتمر 48 دولة منها اليمن عود سعر صرف الريال تهويه أمام العملات الأجنبية في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى وقالت مصادر مصرفية إن مبيعات العملات الأجنبية سجلت ارتفاعاً حيث وصل سعر الدولار إلى 315 ريالاً فيما استمر تراجع الريال أمام جميع العملات الأجنبية هذا وسجلت أسعار الذهب انقفاضاً نسبياً حيث هبط سعر الجرام الواحد من 11 ألفاً إلى 10 ألاف ريال في عدن يعيش نحو 300 مواطن أفريقي في العراء ويكابدون أوضاعاً صعبة وعلق معظم الأفارق الذين كانوا يتخذون من اليمن محطة عبور إلى دول الخليج جراء الحرب مراسلتنا في عدن مروى العزاني تنقل لنا جزءاً من معاناة هؤلاء اللاجئين بلغة عربية تعلمها منذ فترة قريبة يتحدث الأثيوبي عبد الرحمن علي عن أكثر من 300 من مواطنيه المهاجرين في عدن يفترشون الشوارع بمعاناة اعتاذ الناس على رؤيتها يومياً ينامون يأكلون ويغسلون ملابسهم هنا ولا يملكون سوى الانتظار والذهاب باكراً لأعمال لا يجدون بها سوى ما يسد رمقهم أملوا أن تكون اليمن محطة عبور لدول أخرى لكن المنافذ الجوية والبرية المغلقة بسبب الحرب علقت آمالهم إلى أجل غير معلوم تباينت الأسباب لهجرتهم ما بين اقتصادية للهروب من الجفاف الذي تعانيه أثيوبيا أو أوضاع سياسية يعبر عنها عبد الرحمن ابن قبيلة الأرومو التي تلقى تضييقاً لأسباب عرقية بحسب إفادته الهكومة يعني من قبيلة أرومو قبيلة ثانية هو من قبيلة تجري يعني هو ما يشتي عن الناس أرومو بس هو يبايد من البلاد يسلم عرض حقهم بس ما يأتيه الرية تزداد الصعوبة الوضع القانوني لهؤلاء الأثيوبيين في ظل غياب دور الجهات المعنية بقضيتهم هؤلاء من هم وضع قانوني هم اللاجئين وطالبي الليجو أما المهاجرين الأقتصاديين فليس لهم أي وضع قانوني في اليمن ينظمهم ويحميهم يمضي عبد الرحمن كغيره من الأثيوبيين يوما بعد آخر في طرق من الانتظار لتسوية أوضاعهم من الحكومات والمنظمات الدولية مروى العزاني قناة بلقيس عدن أعلن مصدر حكومي في محافظة شبوى ارتفاع عدد ضحايا وباء حم الضنك إلى عشر حالات وفاة ونحو تسعمائة وثمانين حالة إصابة وقال مدير عام مديرية بيحان أحمد الطاهري إن الوضع السحي في بيحان كارثي ويتطلب التدخل العاجل لإنقاذ الضحايا وأشار الطاهري إلى أن ميليشيا القطي وصالح يواصلون فرض حصارهم على سكان بيحان ويمنعون دخول المواد التموينية إليهم رياضيا أوقعت قرعة نهائيات كأس آسيا للناشئين التي أجريت في مدينة جوال هندية منتخبا الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات كوريا الشمالية وأوزباكستان وتايلند وتستضيف الهند النهائيات الأسيوية منتصف سبتمبر المقبل حيث تأهل منتخبنا إلى النهائيات مستفيدا من قرار الاتحاد الأسيوي كبديل لمنتخب الكويت وحل منتخبنا الوطني للناشئين ثانيا لمجموعته في التصفيات التمهيدية التي أقيمت منافساتها في فلسطين منتصف سبتمبر من العام الماضي حيث تمكن من تحقيق انتصارين على فلسطين والمالديف نهاية النشرة وهذا تذكير بعنوينها الأمن يضبط خلية إرهابية في عدن وعصابة انفجرت أضرحة دينية في الضالع مقتل قيادي في المقاومة بالوازعية والميليشيا تواصل قروقاتها في تعز والبيضاء مبادرات شبابية في تعز لأعادة سير العملية التعليمية المعطلة بسبب حرب الميليشيا نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم في رعاية الله وحظة اشتركوا في القناة